مشاهدينا التساعة صباحاً مع دينا شرفت في الدار يدي شكراً لك جومانا التساعة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت تي جرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الاتصالات المصرية لإحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ذلك جاء خلال متابعة الرئيس السيسي الموقف العام للأحداث من خلال مركز إدارة الأزمات الاستراتيجية وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة كما حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطورة ترد الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حيث تناول الاتصال التشاور والتنصيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأكد متحدث الرئاس أن الرئيسين أعرب عن القلق البالغ اتجاه التظاهر المتلاحق والخطير للأحداث مع التجديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إذهاق المزيد من الأرواح وأضاف المتحدث أن الرئيس أشار إلى قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة وذلك من أجل احتواء التصعيد الراهن تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس بزراء جمهورية العراق محمد شايع السوداني وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتبام المشترك وتطورات الأوضاع الجارية في المنطقة إلى جانب سبل دفع وتعزيز أطر العمل العربي الجماعي كما تمت مناقشة الجهود القائمة لتعظيم التعاون التنائي بين البلدين الشقيقين على مستوى المجالات الاقتصادية والسياسية كافة خاصة عن طريق تعزيز الأليات القائمة ومنها التعاون الثلاثي مع الأردن وكذلك من خلال مؤتمر بغداد للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي طلق وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هاتفيا من نظره الأمريكي أنتوني بلينكين تناول التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وذكرت توزارة الخارجية في بيان أن محادثات الوزيرين ركزت على ضرورة الدفع بمواقف دولية منصقة لحث الأطراف على تغليب مصار التهدئة وكذلك أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن التصعيد الأمني وشدد شكري خلال الاتصال على ضرورة أن يظل الهدف الأسمى للمجتمع الدولي هو تحقيق التسوية الشاملة والعديلة للقضية الفلسطينية على أساس حال دولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وجهت توزارة الخارجية والمختربين الفلسطينية منذبتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية لطلب يعرض اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يأتي هذا في حين وصلت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلية المستمرة على قطع غزة إلى أكثر من 232 شهيدا و1697 جريحا منهم حالات وصفت بالحرجة والخطيرة أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة استيفاني دوغاريغ أنه من المزمع أن يكتمع مجلس الأمن الدولية اليوم لبحث الأوضاع الراهنة في الأراضي المحتلة وأوضح دوغاريغ أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنتوني جوتيريش حثى على بذل جميع الجهود الدبلوماسية لتجنب إندلاع صراع أوسع نطاقا بين الفلسطينيين والإسرائيليين قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي شاطئ بحر مدينة غزة بعشرات القذائف وأوردت توكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا أن انفجارات ضخمة دوت نتيجة قصف بحرية الاحتلال لشاطئ غزة وكانت طائرات الاحتلال قصفت مسجدين في بلدة بيت لهيا شمال قطاع غزة وفي خان يونس جنوبه وقصفت سبعة منازل في مناطق مختلفة من القطاع إضافة إلى قصف وتدمير برج فلسطين البحي الرمال غرب مدينة غزة وتحويله إلى كومة من الركام أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصول المرشح على 424 تسكية من مجلس النواب كما أعلن المستشار محمود فوزي جمع مليون ومائة واثلاثين ألفا ومائة وخمس تأييدات من المواطنين أعلنت وزارة الدفاع الروسي أن أنظمة الدفاع الجوية رصدت ودمرت صاروخين أوكرانيين مضادين للطائرات على شبي جزيرة القرم وأوضحت الوزارة أن كييف حاولت شنم ووصفته بهجوم إرهابي بصاروخ مضاد للطائرات من طراز السمائتين على القرم مضيفة أنها رصدت الصاروخ الأوكراني ودمرته في الحال ختام مجلس التاسعة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر